بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يواسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق ولسا بنكمل الأداب الإسلامية النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن آداب اختيار الزوجة ما أحوج الشباب إلى زوجات صالحات وما أحوج البنات إلى أزواج صالحين الزواج سنة من سنن رسول الله قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالزواج سنة نبوية لما جاء ثلاثة إلى بيوت زوجات سيدنا رسول الله يسألون عن عبادة النبي كأنهم تقالوها قالوا إحنا ممكن نعمل أكثر فواحد منهم قال أنا هصوم ولا أفطر طول العمر صايم والثاني قال أنا هقوم الليل ولا أرقد هصلي بالليل ولا أنام والثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج فسيدنا النبي سمع الكلام اللي ألوه فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل إليهم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني فسيدنا النبي تزوج صلوات ربي وسلامه عليه وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء طيب إزاي نختار الزوجة الصالحة كيف لأولادنا أن يختاروا الزوجات الصالحات اسمع كلام حبيبك سيدنا النبي اللهم صلي عليه يقول تنكح المرأة لأربع لما لها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تريبت يداك يعني إيه تريبت يداك؟ يعني التصقت بالطراب إن لم تفعل أي واحد يتزوج وحده لحاجة من أربعة إما لجمالها إما لمالها إما لحسبها ونسبها بنت مين وابوها مين وعيلة مين أو جميلة أو عندها مال ويريدوا أن يحصل هذا المال أو لدينها والنبي ختم بالدين أو لدينها قال فاضفر بذات الدين تريبت يداك يعني احرص على الزواج من المرأة الدينة المتدينة إلا هتبقى زوجة ليك إلا هتبقى مودة ورحمة ليك في البيت إلا هتبقى أمي لأولادك إلا هتربي الأولاد والبنات فاختار المرأة دينة اللي عندها دين تريبت يداك يعني إيه تريبت يداك يعني التصقت بالطراب إن لم تفعل يا طالب الحليلة عليك بالأصيلة من أمها مهذبة في قومها محببة تقول آت النار ولست آت العار لها أب يحكي الأسد مؤديا حق الصمد هاروح فاصل وارجع لكم تاني نكمل عن أداب اختيار الزوجة الصالحة خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ولسه بتكلم معاكم عن آداب اختيار الزوجة الصالحة اختار الزوجة الدينة اللي عندها دين نمر اتنين في اختيار الزوجة اختار الودود قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة الدنيا متاع زي ما قال سيدنا النبي وخير متاعها المرأة الصالحة المرأة الصالحة شوف أمها مين وإحنا بنقول في الأمثال بتاعتنا اقلب الإدر على فمها تطلع البنت لأمها شوف أمها ست دينة عندها دين ست عندها أخلاق إسلامية ست ربت بنتها تربية دينية صحيحة أن تكون الأم قدوة لابنتها وكانت المرأة العربية زمان تقول لبنتها ايه كوني له أمة يكن لك عبدا كوني لزوجك أمة هيقول لك عبد لا يشمن منك إلا أطياب ريح ولا يسمعن منك إلا الكلام المليح مش أي كلام تقوليه قولي الكلام الكويس ويعني دائما وأبدا خليك نظيفة في شكلك في بيتك في أولادك خليك يعني تستقطب الزوجة إلى بيت الزوجية كوني له أمة يكن لك عبدا وشوفوا حديث سيدنا النبي يقول لنا ايه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من زوجات صالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسه وعرضه هي دي المرأة الصالحة المرأة اللي تتاقي ربنا فيك لذلك يعني يقول لك ايه يقول لك اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك فعلا دي أمثال طيبة دي أمثال طيبة من الواقع الحياتي الذي نعيشه من واقع الدنيا الأمثال دي بتبقى جاية إما من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصالحين أو أقوال الحكماء كان مرة من المرات سعيد بن المسيب وهو عالم كبير كان جالس في درس العلم وبعدين بيسأل على تلميز من تلاميزه فألوله زوجته ماتت وانشغل بتجهيزها ودفنها تلميزه اسمه عبد الله بن وداعة كان عالم أيضا وكان يحافظ على حضور مجالس العلم فاليوم التالي جاء عبد الله بن وداعة فقال له سعيد بن المسيب هل تزوجت يا عبد الله تاني يوم وفت زوجته فقال ليس بعد يا شيخي فقال زوجتك ابنتي فقوزوا البنت وشهد الشهود على هذا يقول وعند المغرب إذ بالباب يطرق عبد الله بن وداعة بيقول فقلت من يقول فقال سعيد بيقول عبد الله بن وداعة فخطر ببالي كل سعيد إلا شيخي سعيد ففتح الباب فوجد الشيخ بتاعه سعيد بن المسيب اتفضل يا سيدنا الشيخ بقول له جئتك ومعي زوجتك ادخلي هذا بيت زوجك فدخلت يقول وانصرف سعيد بن المسيب يقول عبد الله بن وداعة فنظرت إليها فهي أجمل من القمر امرأة جميلة فعلا وليس في البيت طعام فصعدت على سطح البيت وناديت على الجيران إني تزوجت الليلة فأرسلوا إلي بالطعام وإلى غيره يقول فدخلت بها فلما كان الصباح تنيوم بقى لي الصباحية زي ما بنسميها عندنا بقول فاستأذنت منها أن أذهب إلى المسجد لحضور مجلس العلم قالت له رايح فين قال لها أنا رايح عشان أحضر درس العلم عند أبيك في المسجد يقول عبد الله بن وداعة فكانت المفاجأة إذ بها تقول لي اجلس أعلمك علم سعيد يعني فوق إنها جميلة وبنت سعيد بن المسيب وجدها عالمة عابدة فقيها فجلس وتعلم على يديها ده إن دا اللي يدل على إن إحنا نختار الزوجة الصالحة اختر زوجاتا صالحة لأن هذا من حق أولادك عليك مين اللي هتربيهم في البيت؟ مين اللي هتعلمهم؟ مين اللي هتنشأهم نشأة إسلامية ترضي ربنا؟ الأم فاختر هذه الأم التي ستربي لك الأولاد ربنا يرزق أولادنا بأزواج بزوجات صالحات ويرزق بناتنا بأزواج صالحين اللهم آمين لسه بعد كده بقى هنتكلم عن آداب اختيار الزوج إزاي أختار زوج صالح لبنتي الحلقة الجاية إن شاء الله هروح فاصل دلوقتي وارجع لك وتاني خليكوا معايا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه رجعنا لكم تاني ومع الفقر الفقهية اسألوا الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج وعندما فاتحت أهلي في خطبتها فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة برغم عدم بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي وأنا الآن في حيرة من أمري هل أرضي ضميري من أجل الفتاة أو أرضي أهلي وأتركها مع العلم أني أحبها أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد رسالة موجهة إلى والديك أولا نعم يجب عليك أن تبرى والديك لكن أقول لأبيك وأمك بأنك أنت الذي ستعيش معها اختر أنت زوجتك بش أبوك وأمك اللي يختار لك أنت اللي تختار وموضوع زعم عدم التكافؤ الاجتماعي اسأل وتحرى الأمر وبين لهم أنها على دين وأنها على خلق من أخذ امرأة لجمالها فإن الجمال لا يدوم ومن أخذ امرأة لمالها فإن الغنى والفقر لا يدوم ومن أخذ امرأة لحسبها ونسبها فإنه لا يدوم ومن أخذ امرأة لدينها حصل الدين والمال والجمال والحسب والنسب هيبقى فيها بركة لأن السيدنا النبي قال فاظفر بذات الدين ما قالش فاظفر بذات المال ما قالش فاظفر بذات الجمال لا حاول انت بقى ان انت تقنع والديك قل لابوك والامك ان البنت دي على خلق البنت دي على دين البنت دي كويسة ان انا يعني مرتبط بيها وانا بحبها وانا عايز اتزوجها اقنعهم لان في رضى الوالدين هيبقى فيه كل البركة رضى الله في رضى الوالدين وصخة الله في صخة الوالدين طيب لو انت ارتبطت فعلا وتزوجت بالبنت وابوك وامك قالوا لك لا احنا بش رضيين عن الزواج دي ولازم تطلقها لا تطع ابويك ما تسمعش كلامهم لان ليس لهم الحق في هذا التدخل احنا بنقول لك كن بارا بابيك وامك بنقول لك اقنع ابوك وامك بنقول لك احرص على ارضاء والديك لكن كل دا قبل الخطوبة طيب لو انت ارتبطت وخطبت وعقدت عليها وقولوا لك طلقها لا تسمع كلامهم لكن حاول اقنعهم عشان ايه تستجلب رضاهم لان رضاهم من رضى الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا وإياكم بر والدين اللهم امين يا رب العالمين اشوف حضراتكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا